هذا وعقد حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البداد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اجتماعا مع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من العبد العزيز آل سعود بمدينة جدة مساء اليوم وفي بداية اللقاء نقل نائب خادم الحرمين الشريفين إلى جلالة الملك المفدى تحية أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله فيما كلف عهل البداد المفدى سموه بنقل تحيات وتقدير جلالته لخادم الحرمين الشريفين وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمون أيب خادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لجلالته لسموه دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه في خدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله فيما رحب نائب خادم الحرمين الشريفين بجلالة الملك المفدى وبزيارته للمملكة مؤكدا على العلاقات العريقة والروابط المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعرض صاحب الجلالة حفظه الله ونائب خادم الحرمين الشريفين مسار العلاقات التاريخية الوطيدة إضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين حول مجمل قضايا المنطقة بما يحقق مصالحهم المشتركة ويعزز متيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خير دوله ومصلحة شعوبه شقيقة وأكد جلالته على رسوخ ومتانة العلاقات البحرينية السعودية والتي ترتكز على دعائم قوية من التعاون الوثيق والمثمر على كافة المستويات كما أكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين تقف دائما في صف واحد مع شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية لإيمانها التام بأن ذلك هو الضمان الأكيد لثبات الأمن والاستقرار والتصدي للأخطار والتدخلات وبما يحفظ أمن واستقرار دولنا وشعوبنا الخليجية ويصون مكتسباتها التنموية والحضارية مثمنا جلالته الدورة الريادية الذي تقوم بها المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك والدفاع عن المصالح العربية وحرصها على تماسك ووحدة الصف واجتماع الكلمة بين الأشقاء وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على الضرورية قيام قطر بتصحيح مساري سياستها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها السابقة ويلب المطالب التي قدمت لها حفاظا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها وذلك لمصلحة الجميع بمن فيهم قطر شكرا